أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني على أن رؤية وزارتي التنمية المحلية والإسكان التي تم طرحها في برنامج الحكومة لا خلاف عليها وأشهد رئيس لجنة بالترتيب الأولويات التي أشرت إليها وزيرة التنمية المحلية مؤكدا على أهمية تحديد جدول زمني لخطة عمل الوزارتين وقدم رئيس لجنة الإدارة المحلية عددا من الحلول والرؤى لكل من الوزارتين للقضاء على المناطق غير الحضرية واستمرار تشهيد وتعمير المدن والقضاء على التعدي على أملاك الدولة